السيدة ابنه راس فقدت ابنها وزوجها خلال الحرب تركت منزلها في حلب واستقرت في قرية الكافاد بريف مدينة السلمية الغربي فكانت المعيلة لأسرتها من خلال عملها في خياكة الصوف ليكون مصدر رزق لها ولأسرتها أنا هي مهنة كتير غالية علي كتير بحب هي هويتي يعني كل واحد بحب شي أنا بحب شغل الصوف يعني بلاقيه في متعة متعة كتير حلوة ونفس الوقت فيه مردود يعني هلأ مثلا أنا نزحت وكتير يعني غطى علي شوي شغل طلبات الحمد لله وبالمجلس الأعلى يعني مصروف إلي ولولادي مردود علي وولادي الحمد لله بنصح لك أي مرة بالعالم أنه إعدي أنت في بيتك ما عندك شغل برا اشتغلي بأي شي في بيتك فيدي حالك فيدي ولادك فيدي بيتك أما العم أبو ماجد فكان له أيضا مشروعه الخاص الذي يتناسب مع طبيعة البيئة التريفية التي يعيش فيها من خلال تربيته للأبقار لإنتاج الحليب ومشتقته من الأجبان والألبان هذا المشروع هو كونه صغير شوي لكن الحمد لله يعني بدأنا فيه من أكتر من 20 سنة أو 30 سنة أنا وزوجتها نشتغل بها لمصلحة الأبقار ونبدأ بعمل ترويب اللبن والقريشة والزبدة والأجبان نكفي حاجتنا وحاجة أهل القرية ونصدر نحاول أن نصدر لبرا فكانت زوجته إلى جانبه في مشروعه لتقديم الدعم له ومساندته في الظروف الاقتصادية والمعيشية عم نتساعد أنا وزوجي والهميته يعني عم نتفيدنا يعني مسابرين فيه عانينا بالأول شوي بعدين هلق الحمد لله رب العالمين وإيش الحال عم نستفاد منه عم ناخد حاجتنا وحاجة القرية وعم لبرا يعني مثلا حدي بده لمنطقة سلامية من العطية فسالتي لكل إنساني محتاجي تقضع مع أي عمل حتى لو عانت فيه بالأول بعدين ترتاح مشاريعه مختلفة تشكل مصدر دخل وتساعد على خلق فرص عمل مع توفر سبل العيش الكريمة محيد دين فهد للأخبارية السورية ريفي حمى